بسم الله الرحمن الرحيم البرنامج وهذه الجسة المباركة إن شاء الله حيث نتحدث عن موضوع مهم من الموضوعات الهامة المهمة في هذه الصاحة إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم ونتحدث عن موضوع الدراسات الغربية النظامية فهذا الحديث حول هذا الموضوع يكون إن شاء الله باسترشاد بكتاب مقتوب عند معد الدعوة الإسلامية قسم من جمعية الوقف الإسلامي من ولاية نيجر فهذا الكتاب مقتوب بلغة الإنجليزية وبعنوان إزبوك حرام أو التعليم الغربي هل هو حرام أو هو حلال فأنا صاحبكم إدريس بن عبد الرحمن ويتحدث عن هذا الموضوع معه قضاة والذكاتير إن شاء الله سبحانه وتعالى أما بخصوص هذه الحلقة الأولى فأنا مع الدكتور أمين سعاد أهلا بكم يا دكتور أيهاكم الله وإياكم طيب شكرا لكم أهلا بكم وكذلك معي القاضي محمد الطاهر بابا منا أهلا بكم يا قاضي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كما قلت الكلام إن شاء الله حول الدراسات النظامية الغربية ما هو حكمها وكذلك ما هو موقف الإسلام تجاه هذه الدراسة إن شاء الله سبحانه وتعالى فأنا أبدأ إن شاء الله بطرع السؤال إلى القاضي الطاهر أهلا لكم طيب شكرا لكم فأريد منكم أكرمكم الله تبين لنا الأنظمة وكذلك الأنظمة التعليمية الرئيسة في النيجيريا في بلدتنا هذه ما أهمية هذه الأنظمة وما هي أولا ثم ما أهمية هذه الأنظمة التعليمية في نيجيريا أكرمكم الله الحمد لله رب العالمين لو الحمد الحسن والثلاء الجميع والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمشاهدون النظم التعليمية في نيجيريا كثيرة وأثاثا هي ثلاثة أولا النظام التقليدي التي ورثها الآباء والأجداد وثانيا النظام الإسلامي وثالثا النظام التعليمي الغربي وإذا بدأنا بالنظام التقليدي التي ورثها الأبناء والأجداد إذ يعلم الآباء وأبنائهم كيف يزرعون وكيف يحلثون وكيف يصيدون الدواب في الغابات وكيف يتعامل مع بعضهم البعض وكيف يحترم الصغار الكبار وغير ذلك كل هذه الأشياء منذ القدم كان الأباء يربون أبنائهم ويعلمونهم كيف يتعاملون مع هذه الأشياء هذا نوع من نظم التعليم الموروثة الموجودة في بلدنا نيجيريا والنظام الثاني والنظام الإسلامي إذ يذهب الأباء بأبنائهم إلى الكتاتيب والمدارس الإسلامية ويتعلمون منها القرآن والصنة والحديث والفقه والتوحيد ويتعلمون القراءة والكتابة ويحفظون القرآن ويتعلمون النحو والصرف وغير ذلك والزهديات وثالثا النظام التعليمي الغربي العصري وهذا النظام ورثها دقلت هذه البلاد في أصر الاستعمار لما استعمر الإنجليز دولة نيجيريا جاءوا معهم المنصرون وجاءوا بهذا النوع من التعليم وأسسوا المدارس من الابتدائية والثانوية والكليات والجامعات وبدوا يدرسون باللغة الإنجليزية وإذا رجعنا إلى أهمية كل منها من الإيجابيات والسلبيات النظام التقليدي هذا معروف وبعض الآدات توافق الإسلام وبعضها تنافي التعليم الإسلامية وإذا رجعنا إلى التعليم الإسلامي نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يتعلموا كيفية القراءة وكيفية الكتاب وأن يحفظ القرآن هناك آيات وحديث كثيرة في فضائل الإلم مثل قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي الإن قائما للقرسط مثل قول الله سبحانه وتعالى قل أليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مثل قول الله سبحانه وتعالى وما يعقلها إلا الآلمون وقول الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوت العلم ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مصر ومثل حديث لا حصل إلا في سنين رجل أتاو الله مالا فصلته على هلكة في الحق ورجل أتاو الله علما فهو يكذبها ويعلمها الناس هذه النصوص الكثيرة المتضافرة تبين لنا أهمية طلب العلم الشرعي إذ به يتقرب الإنسان إلى ربه ويعبد ربه على يقين وبصيرة وينجو من سبل أهل الضلال وتحصن أخلاقه لأن العلم الشرعي يراب العقول ويحذب الأخلاق وإذا رجعنا إلى التعليم الغربي العصري نرى أن هذا النوع من التعليم أساسا الإنجليز والأوروبيون أخذوها أيضا من الثقافات المختلفة خاصة من المسلمين لما كان المسلمون في الأندلس وقرطبة وطليطلة وما هناك كان هناك بعض الأوروبيين يذهبون إلى الدول الإسلامية ويتعلمون هناك وجمعوا هذه الألوم وصوروا بصورة جديدة وحاولوا إلى لغتهم وأخلطوا معها بعض الأشياء التي توافق عاداتهم وتخالفوا التعليم الإسلامية وقدموها لنا بصورة جديدة للتعليم الغربي الإسلامي وهذا من التعليم في إيجابيات وفي سلبيات ومثلا تعلم علوم الطب وعلوم الصيدلة وعلوم التمريد وعلوم التقنيات هذه الألوم نافئة وبعضها كتكون من فروض الكفايات كما النص عليه غير واحد من أمة أهل الإن ولكن في هذا النوع من التعليم الغربي نجد أن هناك اختلاط بين الرجال والنساء وهناك تبرج للنساء في المدارس وهذا النوع من الألوم تغذي الأجسام وتهمل الروح إذن من أكبر السلبيات لهذا النوع من التعليم هو إهمال الروح بلا غذاء بلا توحيد ولا إيمان ولا الارتباط بالآخرة وهذا مهم يجب على المسلمين أن يعتنوا بها لأن لا يكون الإنسان عالم بالدنيا جاهل بالآخرة والإنمون إن الله شكرا لكم أيها القاضي هذا البيان لغافي الكافي إن شاء الله سبحانه وتعالى وأنا بكم أنتم أيها المستمعون الكرام لأننا استفدنا كثيرا مما قاله القاضي فقد قسم لنا القاضي الأنظمة التعليمية الموجودة في نيجيليا إلى ثلاثة أقسام هناك تعليم التقليدي وهناك تعليم الإسلامي وهناك تعليم الغربي الحديث ولكل منه من هذه التعاليم كما قال القاضي في أفوائد ولكل من هذه التعاليم يعني أهميتها إلا أن تعليم الإسلامي في الصف الأول ولهو الانتياز الأول إن شاء الله إن شاء الله الآن آتي إلى الدكتور أمين سعد أكرمكم الله فمن هذه من الأقسام التي ذكرها القاضي منها التعليم الغربي ولكن نرى في هذه الأساءة وكذلك في هذه الآوين بعض الناس ليعترضون على هذا التعليم فلماذا أكرمكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كما تعلمون أيها المقدم أول ما جاء هذه التعليم أو هذا التعليم الغربي النظام التعليم الغربي هو جاء جنبا إلى جنب مع التنصير الاستعمار والتنصير والتبشير والتبشير نعم جاء مع بعض إلى نيجيريا بل ليس نيجيريا فقط كل العالم لما يأتي المستعمرون يأتون مع التنصير أو التبشير فهذا النظام أو التعليم الغربي النظام الغربي هذا التعليم جاء مع التنصير فهذا من أول أسباب الذي جعل أهل هذه البلاد يكرهون هذه الدراسة كما هو معلوم ليس فقط نيجيريا كما أشارتم بل كل العالم هكذا قد أشار إلى هذا بعض الكتاب الأجنحة المكو الثلاث ذكر هذا والدكتور عبد الرزاق ألارو وإذن ذكر في كتابه التنصير في إفريقيا نفس الكلام أنه التنصير يأتي مع الاستعمار مع هذه الدراسة النظامية الغربية فهذا مما جعل الناس في أول الأمر يكرهون هذه الدراسة لما أنه قد يكون سبباً لدخول الناس في دين النصارى والمسلم لا يقبل أن يغير دينه أو يترك ابنه يذهب ليرجع غير مسلم يرجع نصراني أو مسيحي فهذا من الأشياء التي أدت إلى أدم القبول والرد على هذا النظام الغربي وثم أيضاً لما وجرنا بعض هذه المدارس أيضاً هي ما بعض في الكنائس فهي تكون في الكنائس غالباً هي في الكنائس وأول ما ظهرت هذه الدراسة كانت في لاغوس في مداجري وفي سنة 1842 فالتبشير كان قوياً جداً وله أثر كبير قد وجدنا من ترك دينه ورجع إلى دين النصارى فهذا لا شك أنه مما يجعل هؤلاء أهل البلاد وخاصة الشمال الشماليين كان لهم نظام ديني قبل ما جاء الاستعمار ولهم مدارس كما ذكره الشيخ الغاضي وكذلك لهم نظام الملك أو الرئاسة فلم يجدوهم بدون مهملين هكذا لا وإنما لهم نظامهم ولما جاء هؤلاء يريدون أن يبدلوا النظام المعروف لديهم والنظام الذي هم عليه لا شك أنهم سيجد هذه معارضة قوية المعارضة لا بد أن تكون قوية وكذلك قصدهم تغيير هذا الشرع هؤلاء الذين هم على دين الإسلام ولهم محاكم شرعية وحتى اللغة عندهم لغة العربية هي اللغة الرسمية في ذلك الوقت لكن لما جاء المستعمرون حاولوا أن يغيروا اللغة ويغيروا النظام الشريع فهذه لابد يجعل المسلمون ما يقبلون هذا في أول الأمر هذا في بادي الأمر أما الآن حيث هذه الدراسات أو المدارس ليست كما كانت في الأول فلا شك أنه أمر يعني ينبغي أن يشارك فيه الجميع كما سنأتي إليه سواء المسلمون وغير المسلمين فلهم حاجة إلى ذلك كما سنتطرق له إن شاء الله وابوكوهرام آرضوا هذا النظام في هذه الآوينة الأخيرة مع أن تارف معنا بوكوهرام جماعة ظهروا في هذه الآوينة في نيجيريا ويعارضون الدراسة النظامية الغربية يرون أن ذلك حرام لا يجوز للمسلم أن يشارك فيه نعم الإسلام كما سنرى لا يمنع من هذه الدراسة بل في حالات قد تكون فرض كفاية وما إلى ذلك نعم طيب شكرا لكم أيها الدكتور فقد أفادنا الدكتور ببعض الأسباب التي جعلت بعض الناس يقابلون التعليم الغربي أو الدراسات النظامية الغربية بالرد وعدم القبول ومن الأسباب التي ذكرها الدكتور هو مجيء الدراسة الغربية النظامية مع التبشير أو التنصير كتوامين متلاسقين كما عرفنا وكذلك أن هذه المدارس الغربية النظامية تبنى في داخل الكنائس في ذلك الوقت هذا هو ما سبب بعض الناس أن يردوا ويعتردوا على هذا التعليم الغربي الحديث الجديد في ذلك الوقت وذكر لنا كذلك أن هناك جماعة يستسمى بوكو حرام الذين اعترضوا وحرموا التعليم أو الدراسات النظامية الغربية فشكرا لكم أيها الدكتور سنعطي إليكم بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى وقبل ذلك أنا آجي إلى القاضي الطاهر أهلا بكم فنرى أو نعرفنا أن الإسلام دين النظام والإسلام لكل جديد وحديث الإسلام له معيار لقبوله أو رده فبخصوص ما نتكلم عنه التعليم أو الأنظمة التعليمية هل هناك معيار الإسلام لقبول أو رد هذه التعليم أو ما رأيكم أكرمكم الله الشيخ الإمام الأنلام محمد العمين الشيء رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان ذكر أن موقف المسلمين من النظام الغربي ينقص من أربع أقسام باعتبار الصبر والتقسيم قال إما أن يقبل المسلمون جميع ما عند الغرب حسنوا وسيئوها هذا واحد وثانيا وإما أن يرد المسلمون جميع ما عند الغربيين من الحسن والقبيح وثالثا وإما أن يقبل المسلمون السيئة ما عند الغرب ويردوا ما عندهم من المصالح والمنافع والموقف الرابع إما أن يقبل المسلمون الحسن ويردوا القبيح قال إذا ذهب المسلمون بالخيار الأولى قبول جميع ما عندهم قال هذا ينافي تعليم الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن موالاة المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقليدهم وقال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وإن أطعتمه منكم لمشركون وقال الموقف وإذا رد المسلمون جميع ما عندهم من الحسن والسيء قال هذا أيضا ينافي تعليم الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وقال ثالثا وإذا قبل المسلمون الأسيء ورد الحسن قال هذا أيضا غير ما قول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما عند غير المسلمين من الأشياء النافعة إذن فالخيار هو أن يقبل المسلمون الحسن ويتمسكوا بدينهم وأن لا يتلاعبوا أو يهملوا دينهم ويطوروا ويجمعوا ما بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد هممت أن أنهاءني الغيلة حتى تذكرت أن الفارس والروم يصنعون ذلك فلا يدروا بأولارهم إذن الأصل الغيلة ليس عند المسلمين بل عند الفارس والروم وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المنافع وقصة خندق غير خافية علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما عند الفرس من نزم الجندية والجيش حيث جعلوا الخندق خفروا الخندق حول المدينة لمن الأدو من الدخول والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة مثل زيد بن ثابت ليتعلم لغة اليهود إذن ينبغي للمسلمين أن يأخذوا ما عند غيرهم من الأشياء النافعة مثلا يتعلم المسلمون كيفية صنع السيارات وكيفية صنع الطائرات وكيفية صناعة الحاصوب وكيفية الألوم المنافع الجديدة هذا جائز أما أن يتعلم المسلمون السحر أو الكهانة أو الخرافة إن غير المسلمين هذا غير جائز لأن هذا علوم ضار لأن هذه علوم ضارة لأن الله سبحانه وتعالى قالوا يتعلمون منهما يدرهما لا ينفعهم وتبعهم ما تطلع شيئتنا على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وبهذه المناسبة أيضا يمجل المسلمين إذا تعلموا هذه الأشياء أن لا يتلاعبوا أو يهملوا دينهم لأن الدين رأس المال كما قال أهض لا إما الدين رأس المال فاستمسك به فضيعوه من أعظم الخسران لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إن الله يبغد كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة إذن على المسلمين أن يتمسقوا بعقيدة من الإيمان بالله وملاعيكته وكتبه ورسله واليوم من آخر يتمسقوا بالدين الإسلامي ومعالمه ومحاصنها الحسنة وأن يحسنوا أخلاقهم ويحتموا بمعالي الأمور وينبذوا سفراصفها وأن يربوا أولادهم وأيضا أن يتعلموا الأولوم النافئة حتى من إندي غير المسلمين كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الإهدى اليهوديات ألا تعلمين هذه الكتابة كما علمتها رقية النملة والله أعلم طيب شكرا لكم أيها القاضي هذا كلام مفيد جدا كثير أكرمكم الله وحسن الله إليكم الله وكم الله وصرعة آتي إلى الدكتور أمين سعد أكرمكم الله أعرفنا أن تعلم الدين هذا ضروري للإسلام المسلم ولكن تعاليم الأخر غير تعاليم إسلامية هل هذا كذلك ضروري للمسلم؟ طبعا كما قلتم تعلم الدين الإسلامي واجب على كل مسلم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم هذا العلم الشر نعم وذكرتم أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول إقرأ باسم ربك الذي خلق فهذا أيضا أمر من الله سبحانه وتعالى فهذا واضح أما ما يتعلق بالمجالات الأخرى فهي أيضا ينظر إلى ما فيها مصالح والمنافع للمسلمين وإذا كانت الأمة تحتاجها فلها نفع الأمة تحتاجها فهذا أيضا قد يكون واجبا كفائيا قد يكون فرض كفائي يكون فرضا كفائيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل إذا مثلا كان المجتمع هناك مرضى نهتاجون إلى الطبيب ليس كذلك لا نستغني عن الطبيب حتى في العسر الأول لما كانوا في الغزوات يستعينون بالممرضات نعم مثل رفيدة في غزوة أحد وأمثالها كانت تساعد المسلمين الجرحى وتعالجهم فإذا هناك حاجة إلى دراسة الطبيب وكذلك ليس الطبيب فقط هناك الهندسة والإنسان مثلا الذي يريد يقاتل العدو وما يعرف كيف يصنع الدبابات الأسلحة النارية وأسلحة فكيف تقاتلهم هل الآن يكفي أن تمشي وتأخذ السيف فقط وتضرب به طيب فعن هنا في عسر تطور الأمور ليس كالسابق نحتاج إلى علم حيث نستطيع هذه الألوم نحتاج العلوم النظرية والتطبيقية معنا فالهندسة مثلا ضرورية الآن للمسلمين وكذلك حتى العلوم الفيزيائية التقنية وعلوم هذه العلوم حتى الحقوق لأن أحيانا يتعرض على المسلمين بعض الأشياء تحتاج إلى المدافع فهذه العلوم كلها قد نحتاجها بل ضرورية في هذا العصر حتى يستطيع المسلمون أن يحاربوا أعداءهم قد قال سبحانه وتعالى وَأَعِدُّ لَهُمَّا سَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ فهذه العلوم أكيد لها منافعها ونحن فقط ماذا نفعل ما كان منها مخالفا للإسلام نجتنبه أما نقول هو حرام على إطلاقه هذا لا يجوز هذا ليس بصحيح من قال هذا فإنما كذب على الله سبحانه وتعالى فإن كل ما فيه النفع لا يحرمه الله سبحانه وتعالى بل الإنسان ينظر ما يحتاجه في مجتمعه ويتعلمه تذبيقيا ونظريا حيث يستطيع أن يفيد أمته الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكم يستطيع أن ينفع أخاه فليفعل فإذن هناك حاجة ضرورية جدا لهذه العلوم حتى نستطيع أن ندافع عن أنفسنا هل الإنسان مثلا لو مرضت زوجته ولا يوجد طبيب مسلم هل يأخذها إلى من؟ إلى الكافر المسيحي الذي ربما قد يتعرض لها أو يضرها أو تكشف أن وجهها له فكل هذه تكون فيها ضرر عليه هو نفسه قبل ما تكون لغيره فإذن تعلم هذه العلوم قد تكون في بعض الأوقات واجبة على الأمة إذا ما قام بها بعضهم يعني يأثمون جميعا أما إذا قام به البعض يسقط عن الباقين لأنه فرض كفاية والرسول صلى الله عليه وسلم أو لما نقرأ قوله تعالى قوله إقرأ بسم ربك الذي خلقه هل حدد ما سنقرأه؟ لا إنما تركه مفتوحا فقال إقرأ إقرأ أي شيء كل ما فيه نفع يقرأ لكن اجعل الله فيه بسم الله يقرأ بسم الله يقول الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه العلم والعلماء يقول هذه الآية لأن فيها أمر غاية ما فيه ما نقول أنه أنه العلوم الأخرى هذه نقول له هرام لأن هذا الأمر بحتى العلوم غير الشرعية هذه الآية قد تأمرنا بلكن نقرأ نجعل الله فيه ولكن غاية ما فيه هذا يعني يتكلم في جانب الأصولية يقول أقل شيء نقول أنها مباحة أقل شيء إلا أن نقول أنها واجبة فلا تنزل أن كونها مباحة بهذه الآية نعم الشيخ أبو بكر جزائري أحد الأئمة العلماء الذين عاشوا في السعودية ومن جزائر لكنه عاش في السعودية شكرا لكم يا شيخ وعندنا وقت طويل لو كان عندنا فصحي فسيحة من الوقت لا أعطيتم مهلة كثيرة أكرمكم الله آتي إلى القاضي الطاهر عندنا يعني دقائق شوية فأنا أريد منكم أن تتطرقوا إلى هذا السؤال الأخير ببساطة إن شاء الله ربما دقيقة ودقيقتين فالسؤال هو هناك بعض جماعة من المسلمين خصوصا جماعة بوكو حرام الذين يعترضون على التعليم الغربي أو النظام الغربي فهذا هناك اعتراضات منهم نريد أن نسمع منكم ما هذه الاعتراضات والتحديات تجاه الدراسات النظامية الغربية وكذلك القيادة الإسلامية كيف تمكنت من جواب أو معارضة هذه التحديات منهم؟ الاتراضات كثيرة كما ذكرها الدكتور سابقا منها الجهل بالدين لأن بعض من دخلوا هذه المدار الجهلوا دينهم وأنكروا بعض من علم من الدين بضرورة ومن الاتراضات أيضا فشو الفواحش من التبرج والصفور واقتلاط الجنسين وغيرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة ضرورة على الرجال من النساء ومن الاتراضات أيضا العلمنا وفصل الدين عن الدولة وفصل حياة الناس عن الشريعة الإسلامية وكذلك قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينك ومن الاتراضات أيضا أن هذا النوع من التعليم باب من أبواب التنصير كما هو معلوم ذكرها غير واحد من المعتنين بهذه الأمور وقال الله سبحانه وتعالى كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وغير ذلك من الأمور التي سنناقشها فيما بعد وفي بعض المواد التي تدرس في هذه المدارس هناك بعض الأشياء التي تعارض التعاليم الإسلامية في جراسات الطبية أو السيدلية أو القانونية أو الحقوقية أو الفلسفية أو المنطقية وغير ذلك أما القيادة الإسلامية في نيجينها فقد حاولت كثيرا حيث بنت مدارس خاصة بالمسلمين يدرسون فيها القرآن والسنة والتعليد وجمعوا بين وبين هذه الألوم العصرية ومن الأساليب التي استعملتها وعملتها القيادة في هذه البلاد أيضا أنها سمحت للمدارس بلبس الحجاب للبنات وإن كانت غير كافية نريد أن يبذلوا جهودهم زيادة على ذلك ومن الجهود الجبارة أيضا أن هناك بعض الجامعات الخاصة بالمسلمين في هذه الدولة الآن كل هذه جهود التي يبذلها المعتنون والرؤساء في هذه البلاد لحماية حقوق المسلمين لعولوة كائبهم والتقوية أمرهم ومحافظة عليهم ودينهم من هذه الأساليب والأشياء المدمرة التي تريد أن تبذل المسلمين في عقل دارهم الله طيب شكرنا أيضا قادمية فإن شاء الله هناك كيف هنا ولكن خلاصة ما أخذنا من هذه الحلقة أن هناك أنظمة تعليمية ثلاثة في النيجيريا هناك تعليم التقليلي هناك تعليم الإسلامي هناك تعليم الغربي وكذلك ذكرنا في هذه الحلقة بأن هناك بعض جماعة تحرم التعليم الغربي لأسباب من ذلك مجيء هذه التعليم الغربي مع التبشير أو التنصير وكذلك بناء هذه المدارس الغربية مع الكنائز وأسباب أخر ذكرها الدكتور وكذلك تدركنا إلى موقف الإسلام تجاه هذه التعليم الغربية أو ما شابها وذكر لنا القاضي ما ذكره شيخنا الشنقيدي في كتاب يضواء البيان حيث أن أمام المسلم أربع اكتيارات فهناك القبول المطلك أو الرد المطلك أو قبول الحسن ورد القبيه أو رد الحسن وقبول القبيه فقال بأننا لابد للمسلم أن يختار الحسن ويرد القبيه ثم تتركنا نساء الله إلى أن التعليم الغربي أيضا في هذه الآوين ضرورية كما أن تعليم الدين ضروري إلا أن تعليم الدين في الصفي الأول وأخيرا قلنا بأن هناك تحديات والعتراضات من جماعة بوكوهران وما شاباها من الجماعات من بعض المسلمين الذين يحرمون أنظمة التعليم الغربي فكل واحد من هذه الاتراضات سنتترك إليها واحدة تلو أخرى في الحلقات التالية إن شاء الله سبحانه وتعالى فأنا صاحبكم يدريس بن عبد الرحمن فسنلتقي في الحلقات التالية إن شاء الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة